الفترة انت روحت في ألمانيا دي دي فديتك حتى في التمرين بعد كده بعد ممتطن طبعا انا مفيش حاجة عادة في حياتي ما فديتنيش الحمد لله اه واخده محطات بقى اه وانا من النوع اللي بحب اتعلم يعني احب بقى واسأل يعني انا مش مثلا حده قدامي جامد فانا خاف اسأل لا اسأل اه طبعا انا احتاج عارف ايه المشكلة فيها اه انت عملت كده ليه وايه فكرك وعملتها ليه ما كاملتش ليه في ألمانيا اه كان فيه تصفيات هنا في مصر اه وكانت التصفيات دي كانت مهمة جدا بالنسبة لنا عشان نلعب بطولة أفريقيا وبعدها كاسعالة اللي هو بتاع الناشئين اه فانا في أرجنتين اه وانا وقتها اه كان هم هناك طلبوا مني ان انا اقعد بقى ما ننزلش تاني خلاص يعني انت رايح فترة تعاجش اه بالظبط فعايزين نكمل بقى هم عايزينك تكمل هو انا كنت مصر ننزل عشان كان بعدها بزرط سبعة ايام او ثمان ايام هنلعب مطش انت قلتلي ايه جبت على ظهرك دي بتفريك كتير قوي لا انا انا وعدت كابتن شوان انا جاي وده بالنسبة لي موضوع متاع يا تجيت من ألمانيا على المنتخب على المنتخب انا بص يا كابتن انا اللي انا اقوله هعمله ان شاء الله يا رب اخسر في كل حاجة بس طالما قلته لا انا كده طب عزين منك من الجنيه اه على جمال اه حسنت انت جاي جاهز طبعا وجاي لبعد كده ليفركوزن في ألمانيا برضو الفاكس النادي المنصورة وبردو المنصورة رفض فبعدها على طول بدأ يدخل النادي الاهلي في المفاوضات